السلام عليكم وهلوهلوه مساء الجمال والسعادة عليكم يا احلى امرات يا احلى امرات ويا اجمل اخوات في الدنيا يارب النهاردة تكونوا بخير ودايما حياتكم خير وسعادة وبفرح وراحة بال اللهم امين اهلا بكم النهاردة في فيديو جميل جدا جدا لسيدة من اصول هندية دايما احنا متعودين الهنود مختلفين عننا في عادات وفي تقاليد وفي ثقافة لكن للسيدة النهاردة هنشوف منها تفاصيل مختلفة تماما كلها رئة كلها جمال حبها للورد والديكورات والبساطة والاناقة في نفس الوقت فيديو ممتع جدا جدا بتمنى ان هو يعجبكم النهاردة يلا لايكاتكم الجميلة بس قبل مبدأ الفيديو حب ارحب تحية خاصة جدا جدا لنور شكرا جدا جدا على كلامك وعلى وجودك معايا شرفتيني ونورتيني كمان حبيبتي بسمة الامل يا رب دايما عند حصن ظنك يا حبيبتي بكل حاجة تعجبك حبيبتي كمان زهرة شكرا على كلامك الجميل وانتي وهنودة وجودكم شرف لي يا رب دايما عند حصن ظنكم لو انتي كمان لسه جديدة وما كتبتليش تعليق اكتبيلي كومنت عشان ارحب بيك في الفيديو الجاي وينشرفني كمان انضمامكم للقناة من السابسكرايب اللي تحت الفيديو لو لسه مشتركتوش معايا وما تنسوش كلكم تفعلوا الجرس عالكل عشان كل منازل فيديو تكونوا من اوائل الناس اللي بتتبعوا وبتشوفوا معايا يلا لايكاتكم الجميلة بقى امراتي ونبدأ مع بعض الفيديو ببعض الافكار الحروة لديكورات المطبخ وحنلاقي افكار كتير خلال الفيديو لان كان حد طالب مني في كومنت قريب عايزين افكار ازاي نعمل ديكورات في المطبخ احنا كل سيدة بنعرضها بيبقى لازم يكون فيها جزء في مطبخها نقدر ناخد افكار من كل السيدات اللي احنا بنعرضها اعذروني ما بقدرش اسكر الاسم بالزبط مين اللي طالب الحاجة بس فعلا انتو اي حاجة بتطلبوها في الكومنت انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوفرها لكم في فيديو معين حتى لو بياخد معايا وقت انا ما مش بنسى طلباتكم خالص حبيته ان انتو تشوفوا افكار للسلم وازاي نقدر نعمل المكان اللي تحت السلم حد طلب مني افكار ازاي نرتب الاواني في المطبخ افكار كتير جدا كنتو طالبينها وتجديد المطبخ وتجديد الاساس فبحاول على قد ما اقدر ان انا اوفر لكم فلو انت كمان حاب حاجة معينة اكتبيلي في التعليقات وان شاء الله حاول ان انا اوفرها لكم تعالوا نكمل مع بعض الفيديو من الافكار اللذيذة قوي اللي تقدروا تعملوها في البيت سواء مساحة كبيرة او صغيرة المكان واسع او دايق مدخل البيت من الحاجات المهمة قوي اللي نقدر نضيف له طابلو او مراية او نحط له نباتات نحط له شكل ديكور مختلف يكون حلو بيدي شكل حلو قوي لمدخل البيت عندكم ادي افكار مختلفة النباتات او البوف اللي نقدر نحط عليه ديكورات او الترابيزات او زي ما بقولكم التابلوهات والمرايات على الحيطة من الحاجات اللي بتبقى لطيفة قوي كمان اهتمامها بتفاصيل كتيرة قوي في البيت هتحسوا انها دايما بتحب الورد عندها جاردن خاصة بيها هنشوفها مع بعض ازاي برضو بتستغل كل الزرع اللي عندها في بيتها كمان شوفوا فكرة هنا ان هي غيرت من التابلوه اللي موجودة على الوتاجاز طبعا بعد ما بتخلصي الاكل حلو قوي ان انت تعملي ديكور على الوتاجاز بتاعك لكن شوفوا فكرة التابلوه اللي هي حطيته على الحيطة مرة دي بدأت ان هي تضيفه على رخامة نقدر نغير اماكن حاجات كتيرة قوي في بيتنا نحس ان احنا غيرنا من الشكل وكمان شوفوا ان هي بعد فترة حست ان هي ممكن تغير شكله باضافة شوية تفاصيل عملت تيور وعملت شكل جوست كده يعني بصوا فكرة ان احنا نبص لأي حاجة موجودة عندنا بنظرة تانية ونغير من شكلها او نعمل لها ونستخدمها في حاجة تانية من الافكار اللذيذة قوي اللي بتوفر معاك مصاريف وبتديك كل مرة شكل مختلف بتبقى حاجة حلوة كمان في بيتك كمان هنا شوية تغييرات للليفنج روم زي ما شوفنا في اول فيديو تغييرها للسجادة كمان تغييرها للتربيزة وهنا كمان تغييرها للستير الالوان الفواتح مع الشمس مع الاضاءة بجد بتدي راحة نفسية جدا جدا للبيت كل ما الوانكم بتكون افتح بيكون البيت منور اكتر وطبعا هو اكيد منور بوجودكم فلو انت بتدوري على الافكار والوان جديد حاولي على قد ما تقدر ان انت تفتحي في الالوان عشان يبقى شكل البيت عندك حلوة دايما كمان بصوا نظرتها المختلفة الحاجات زي ما بقولوكم في البيت عندها زي ما جددت التابلو اللي كانت حطا في المطبخ هنا كمان فكرة الشمع دينا اللي كانت فيه الشمع غيرت فكرتها تماما ليه استخدمته كديكور او فوزة من الحاجات الجميلة او اللي نقدر نستغل افكار كتير عندنا في البيت ونحولها لحاجة تانية نستفيد بيها بدل ما احنا مش بنستخدمها شفنا ديكوراتها وترتيباتها على حوض الحمام لو انتو بتستخدموا الصابون بتاع الايد الهاندووش السائل حاولوا ان انتو تحطوه في بوتل اللي يكون شكلها حلو اضافة وردة او حاجات على الحوضة عندكم هتبقى برضو لمسة حلوة منكم وادي روتين تنظيف لمطبخها عندها المطبخ اوبن على الليفنج روم فدايما بتحاول ان هو يكون دايما نظيف عشان تبقى راحة نفسية للبيت كله وطبعا باللون الابيض الفاتح فعلى طول لازم يكون فيه اهتمام باستمرار فبدأت ان هي تعمل روتين تنظيف للمطبخ اش اهل الورد زي ما بقولكم لحاجات كتير عندها في البيت سواء الورد اللي بتشتريه من برة اللي بيضيف لمسة حلوة لأي مكان عندها في بيتها او كمان زي ما قلتلكم عندها الجاردن بتهتم جدا بيها وبتهتم كمان ان هي النباتات دايما تكون موجودة عندها ويكون عندها الورد شوفوا الورد لما تستخدمه دي طبعا الترابيزة قبل التجديد اللي احنا شفناه كانت برضو بتستخدم عليها الورد والديكورات المميزة حتى هنا كمان عندها الجائز زي باف او شيز لونج كده صغير بدأت ان هي تغير القماش بتاعه بنفسها فكت الرجول وجابت قماش تاني لايق مع الوان وبدأت ان هي تدبسه وتغير من ستايل الاساس حتى هنا زي ما بقولكم نظرتها المختلفة للحاجات كتير قوي يعني فكرة الاناء ده كده كان ديكور غيرته الفكرة تانية خالص تتغير اللون بتاع وتغير الشكل بتاع وتستخدمه في حاجة تانية حلوة قوي وقادي زي ما بقولكم النباتات تهتم ان هي تزرع النباتات وتكمان تهتم ان هو يكون دايما عندها في الجاردن عندها انواع مختلفة من الورد ومن الافكار الحلوة اللي تقدر ان هي تستخدمها في بيتها وتزين به كل مرة مكان مختلف تعهيلوا كمان هنا نشوف برضو شوية الترتيبات لغرفة النوم طريقة تنظيمها ازاي للسرير برضو الغرفة كلها باللون الفاتح معادة بس الخلفية لبلون الاسويت تكسر اللون شوية من برضو افكارها اللذيذة الوانها هادية زي ما قلتلكم احنا مش متعودين نشوف الثقافة الهندية بالشكل ده لكن طبعا بما انها مقيمة في دولة اجنبية ولازم ان هي تاخد شوية من الطابع والستايل للدولة اللي هي عايشة فيها ده هنا كمان برضو فكرة الشموع لو انتوا بتحبوها في الديكورات لو ضفتوا شوية ليها زرع اغدر او شوية ورد هتلاقوا ان منظر الديكور بقى احلى بكتير وهنا كمان القالب السيليكون اللي احنا بنحط فيه الازايز بتاعة المشروبات اللي بتحافظ على المشروب بتاعك يكون ساقع لفترة اطول وكمان بيبقى شكل الديكور وتقديمه مميز قوي لما بتحط فيه الورد وبتقدميه بيبقى شكله كمان احلى ده هنا الجزء اللي كانت بتغير فيه السجادة بتاعة الليفينجروم انا كنت قلتلكم كنت فاكرر مقطع عدة علي فكنت بقول لكم ان هي غيرت السجادة غيرتها في بعض الدول بيبقى عندها السجاد اللي هو بيبقى خفيف فبيحط له زي كوفر او زي حاجة كده بتبقى ستيبل على الارض ودي بتبدأ ان انت تغيري الطبقة التانية اللي بتبقى فوقي عشان كده هي كان عندها واحدة تانية اسودة موجودة على الارض وبدأت ان هي تحط الكوفر التاني او الشكل بقى الخارجي بتاع السجادة ففي بعض الدول بيبقى عندها ستيل السجاد بالشكل ده جمان هنا شوفوا برضو فكرة اللي هو البامكن اللي هو الفل او اي حاجة عندك فل اي شكل فل تقدر ان انت تحوليه الفوزة بكل سهولة ان هي جابت الورد بتاعها وبدأت ان هي تثبته فيها كان شكلها حلوة قوي قوي عاجبني بجد نظرتها للحاجة بشكل مختلف تماما بتقدر تحولها بكل سهولة الحاجات تانية احلى واحلى ده هنا الورد اللي بقول لكم عليه اهتمامها بالجاردن بتاعتها دايما فيها ورد وفيها زرع فتقدر تستخدم ده عندها في البيت من الحاجات اللذيذة قوي قوي وكمان هنا تغييرها لبعض الحاجات البسيطة لكن اللمسة النهائية بتبقى حلوة يعني عندها بجورة غيرت بس الطبق بتاعها اللي فوق ادتها شكل مختلف للغرفة كلها بعض الاضافات اللي موجودة عندها على المطبخ المكان اللي بتحط فيه الفرشة بتاعت الاطباق وكمان البوتلز اللي فيها الصبون من الحاجات برضو لو خلناها بشكل حلو او فيه ازاز شكلها حلو هتخلي شكل المطبخ بتاعنا مختلف وهنا كمان بعض الافكار لمدخل البيت زي ما قلتلكم من اللمسات الحلوة قوي اللي تقدروا تحملوها في بيتكم حتى لو المساحة صغيرة بيفرق جدا فيه شكل البيت ككل تعالوا نشوف كمان فكرة اخيرة معاها وهي فكرة ان هي جابت صورة من كتاب موجود صورة شكلها حلو عجبتها وبدأت ان هي تحطها في تابلوغ غيرت كمان من شكله بديكور ولا ابسط من كده نقدر ان احنا نعمل بقى الفكرة دي في تابلوغات كتير عندنا في البيت ونغير صور او نطبع صور ونحطها بيه ونغير شكل الديكورات اللي موجودة عندنا كل مرة بعض الافكار اللي ترتبتها للانتريق او للسالون وكمان هنا لغرفة السفرة تقدروا تاخدوا افكار على قد ما تقدروا لو انتوا بتحبوا التغيرات والتجددات من ستايل الجميل اللي هي عندها في البيت سيدة كلها راحة نفسية بألوان حتى لبسها الزهية وألوان بيتها وكل الورد اللي موجود فيها يارب دايما كده يسعدها ويبارك في حياتها وفي حياتكم انتوا كمان يا احلى اميرات يارب يكون الفيديو عجبكم عايز اقولكم ان الفيديو النهاردة خاد مني وقت كتير جدا جدا فاعذروني لو كان فيه دوشة كتيرة في الفيديو بجد غصب عني فيارب دايما كده اكون عند حصن ظنكم وبشكركم لو وصلتوا معايا لحد هنا انتوا احلى اخوات في الدنيا نتقابل بكرة على خير بفيديو جديد وافكار جديدة وسيدة جديدة وسلامة